قرآن واحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على وجوده بجوده فلا خالق سواه والصلاة والسلام على معلم الناس الخير سيدي وحبيبي محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومولاه واتبع نور هداه هو قرآن واحد كتب في ملايين المصاحف أربعة عشر قرنا ونيفا والله حافظه من التحريف قال الله تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ أكد الله أنه هو الذي أوحى بالقرآن لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام وأن الله تولاه بعنايته رغم أنه نزل على قوم تغلب عليهم الأمية رغم أنه كتب على الرقاع والجلود والصحائف هنا وهناك وهنالك رغم أنه لم يتم جمعه في مصحف واحد إلا بإشارة من سيدنا عمر وقرار من سيدنا أبي بكر وسعي من سيدنا أبي بن كعب وإتمام من سيدنا عثمان رضي الله عنهم رغم كل محاولات التحريف من أعداء القرآن وأهل الإلحاد رغم السعي الحثيث للتغيير فيه والتبديل والنقصان رغم كل تدليس وتصحيف ومنع وحرق من شياطين الجن والإنس رغم كل اختلافات المسلمين في مذاهبهم رغم كل أقوالهم وأرائهم رغم كل السنوات المتطاولة رغم كل التحديات والمؤامرات قرآن واحد يتلوه العربي والأعجمي المشرقي والمغربي البدوي والحضري قرآن واحد أبى الله أن يخلو كتاب من الخطأ إلا هو قرآن واحد يحفظه الصغار والكبار في الصدور قبل الصطور قرآن واحد بقاؤه وعموميته دليل على صدق ما جاء فيه من أن الله يحفظه قرآن واحد وقد تفرقت كتب وضاعت علوم واندسرت فنون واندرست أفكار وغلقت مخطوطات وأحرقت مكتبات قرآن واحد رغم ضعف الأمة اليوم وتبدل أحوالها قرآن واحد ميسر للقراءة والحفظ يتلوه الفقراء والأغنياء الرجال والنساء الأميون والمتعلمون قرآن واحد من عند الله حفظه الله وتعهده ووعد بذلك ولا يخلف المعاد وحفظه بلغة وحيه بالعربية التي نزل بها وحفظ بذلك العربية رغم الرغم وعلى الدوم فقال سبحانه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا قرآن واحد لا شبهة فيه ولا ارتياب متآلف مترابط معجز مبهر قرآن واحد محفوظ لم ولن يضيع قال الله وعد الله حفظ الله صدق الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فتفكر يرحمك الله والله أعلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة